ضربات وغارات إسرائيلية تكاد تكون شبهة يومية على مواقع ميليشيات إيران وحزب الله في سوريا والسبب واضح توعد إيراني قبل أيام لإسرائيل بأنها باقية في سوريا وأن زمن الكر والفر انتهى وحان وقت الرد لكن ما حصل كان العكس غارة قبل أيام في البوكمال لحقتها أخرى على الميادين وأحتثها غارات ليلية للطائرات الإسرائيلية على مواقع بينها مخازن أسلحة إيرانية في دمشق والقنيطرة أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل وبالطبع من بين القتلى الثمانية موالون لإيران بحسب المرصد السوري الذي أكد أن هذه الغارة الإسرائيلية كانت الرقم 36 على سوريا خلال العام الجاري وما زال في العام بقية الجيش الإسرائيلي قال أنه شن الغارات على ثمانية أهداف لميليشيات تتبع فيلق القدس وحزب الله في سوريا لإبطال محاولات زرع ألغام ومتفجرات على طول الحدود مع الجولان الرد الإسرائيلي لتوعد طهران لم يكن عسكرياً وعلى الأرض فقط بل ذهبت إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي وطلبته باتخاذ خطوات ضد ما أسمتها بمحاولات إيران التموضع عسكرياً في سوريا ترجمة نانسي قنقر